كنا نظن أن هؤلاء المندسين المتشبهين والمتزندقين والإباحية الكفر والعياذ بالله قطع الله دابرهم كما قلت وذهبوا مع عمس الغابر أو الدابر للأسف لو لم يصح عندي من بعض من أثق بدينه وعقله وذوقه وضميره من إخواني الذين انتسبوا إلى بعض هذه الطرق الصوفية زهاء عشرين سنة ثم فارقها لما علموا العياذ بالله إباحيتهم هو عشرين سنة يتغولون ماله ومال غيره كان يعطي عن رضا وسماح وطيبة نفس وذكر لي أنها أموال كثيرة يعني في الواقع الواحدة قد يكلف هو أمثاله بألف يورو ادفع 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 عشرين سنة قال ندفع ما في مشكلة ندفع ربما هذا لوجه الله ربما هذا يستفيد بها هؤلاء الفقراء في موالد في أشياء لا بأس لكن قال بعد عشرين سنة حق عندي حق عندي وتيقنت أنا وغيري أنهم إباحية يستبيحون الفروج يقعون على النساء والفتيات التي أخذ عليهن العهد معهم في الطريق يا رجل قال بيقين وإذا بهم يبررون بأن هذا من باب اختلاط الأنوار لأن الشيخ عنده نور عظيم وعنده سر كريم ولا بد أن ينقل هذا النور والسر إلى الأخوات عن طريق الفاحشة لا يسمونها فاحشة طبعا محبة كل شيء يا أخواني يطلع بطلاء المحبة أن هذا من باب المحبة قال لي هذا الأخ الفاضل فإذا قيل لهم واعترض عليهم بأن هذا مخالف الأمر والنهي ولما كان عليه الرسول وأصحابه وعمة هذا الدين من عند آخرهم قالوا كلا أنتم لا تعلمون مثل هذا وقع من كبار الصحابة من أبي بكر وعمر ولكن أنتم لا تعلمون ما شاء الله من أين آخر ناس يتحدثون في الأسانيد والمتون والأحاديث والنقول ومنهجية العلم مثل هؤلاء الزنادق والمنحلون مثل هؤلاء الكذبة مثل هؤلاء الكذبة الأفاكين الأثيمين الذين رأينا بعضهم في هذه الأيام الأخيرة في اليوتيوبات ينسبون إلى رسول الله ما يعلم ابن خمس أنه كذب وقاح وافتراء صراح قال نوح لما طافت به السفينة ومر على بلاد العالم سأل ما هذا يا جبريل قال هذه أستراليا ما شاء الله شو لها بلاها أين نعيش نحن فالقرن الحادي والعشرين والله العظيم يا إخواني الحزن والكباد يكاد يقتل المر يعني لا يسوق النصب والدجل مر باسم الإسلام السياسي ومر باسم التصوف والمحبة والعشق إلا على المسلمين يعني أكثر أمة تستغفل وأكثر أمة تستحمر وتستغبى هذه الأمة والأسف الشديد للأسف لمليون أسف ترى ألوفا ألوفا من الناس خلف هذا المعتو الكذاب الأثيم الأثاك العلماء قالوا من تعرض للكذب على رسول الله متعمدا يوشك أن يكون خرج من الملة وبعضهم قطع بكفره القول على الله وعلى رسوله والقول على رسوله كالقول على الله لأن الرسول لا يأتي بشيء من لدونه إنما هو مبلغ ولا يقول إلا ما قيل له ولا يقول إلا ما قيل له القول على الله وعلى رسوله بغير علم وبلا برهان ولا حج ولا سلطان قارين الشرك بالله الله ذكر هذا في كتابي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون تحلل وتحرم وتقول هذا حصل وهذا لم يحصل من أين لك هذا قال أستراليا ما شاء الله أي اتني حتى بكتاب موضوعات تالله وبالله والله لا يوجد هذا الكذب وهذا السخر وهذه الغفلة حتى في كتاب موضوعات لأنهم من وضع هذا الزنديق الأفاك الأثيم قال والشيخ الشيخ فلان ومعمم وراه ألوف يهتفون كالأنعام هؤلاء كالأنعام عليهم أن يتعلموا الحد الأدنى من دينهم لألا يضحك عليهم مثل هذا الزنديق مثل هؤلاء الزنادق لا يتغولون فقط أموالكم بل عقولكم وإذا تغولوا عقولكم تغولوا أموالكم ومن بعد أموالكم فروجكم أعراضكم وتركوكم والعياذ بالله ديوثين بلا شرف وبلا عرض وبلا غير شيء غريب لا يكاد يصدق يا أخي يحصل في أمة محمد أمة فيها الوحيان الكتاب والسنة إلى الآن تتخبص في مثل هذه الظلمات قال هذه أستراليا قال من يحميها قال ليس عارف يحميها جند من جند لا أحب أن أحفظ هذا الهبل وهذه كندا وهذه أوروبا ما شاء الله على الأحاديث العصرية ما شاء الله على تجديد الخطاب هذا تجديد الخطاب الكذب على الله ورسوله وما هذه قال هذه مصر مصر على نعمة ألف عين ورأس ولكن مصر لا يمكن أن تمدح بالكذب على الله ورسوله قال من يحميها قال الله والصراخ قال الله أكبر الله أكبر عليكم الله أكبر على الجهل كل من يكبر كل من يعجبه هذا الكذب الوقاع الصراح هو الذي يمكن أن يغتال فرجه وعرضه وهو لا يدري ويغتال دينه وبلده ووطنه وهو لا يدري شيء غريب لا يكاد يصدق يا أخواني الذي يحصل فينا قال لك هذه محبة من باب اختلاط الأنوار أذكرني هذا بفرقة ذكرها أبو حفص ابن شاهين فيما نقل ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه ذكر ابن شاهين عن فرقة من هؤلاء المستصوفة لا أحب أن أقول لا صوفية ولا حتى المتصوفة المستصوفة الذين اندسوا الملاحدة والحلولية والإباحية في فرق الصوفية الطيبين الصادقين آه الورع التام والبصيرة الكاملة اندس فيهم الملاحدة والكذبة كما قلنا حتى الصحابة لم يكونوا معصومين أن يندس فيهم الملاحدة وأنها من الزنادق الذين تسموا باسم الصحابة وليسوا صحابة الله قال للرسول لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين طبعا وفي الظاهر صحابي وهو زنديق فطبعا الصوفية ليسوا معصومين أن يندس فيهم مثل هؤلاء الإباحية الزنادق فيقول أبو حفص ابن شاهين وكانوا والعياذ بالله يبيحون اختلاط النساء بالرجال ويبيحون النساء للرجال مشاعية جنسية ويقولون هذا من باب اختلاط الأنوار عشان تختلط الأنوار نوزع الأنوار القدسية على بعض البعض اللي عنده نور يعطي عن طريق الفاحشة عن طريق الفاحشة لا يختضي الأمر ولا يستلزم أكثر من أن يمر ببصريه